المسيح قام حقا قام أيها الإخوة والأخوات الأحباء يا أبناء وبنات القيامة ما أجمل الحديث أيها الأحباء عن القيامة أنا كثير مبسوط أني أتكلم في كل هذه الحلقات عن القيامة ونحن لا نزال في المرحلة بعد عيد القيامة القيامة كل حياتنا ولذلك لا نتعب من الكلام عن القيامة يا لفرحتي المسيح قام هذه الشهقة هذه العبارة كانت العبارة التي كان القديس سرافيم ساروب الروسي في روسيا يستقبل في صومعته زواره الذين كانوا يقصدونه للإرشاد وطلب صلاته فكان يقول لهم أهل وسهل يا لفرحتي المسيح قام وهذه الكلمة كان يقويهم يشفي أمراضهم من خلال هذه الشهقة التي كانت تصبح شهقة كل زواره يا لفرحتي المسيح قام قولوا أنتم أيضا يا لفرحتي أنا ابن القيامة يا لفرحتي المسيح قام وأنا أشترك بفرح القيامة إنها شهقة الفرح وشهقة الإنسان المؤمن كما كان يرددها سرافيم ساروب وكانت بلسما معزاء ورجاء لجميع زواره فلتكن بلسما ولجاء لنا كلنا أنا شهد الفصحي ونحن لا زال بعد الفصحة طافحة كلها بالنداءات إلى الفرح نسمع يسوع قائلا لنا كما للنسوة افرحوا القديس سحن الدمشقي يقول لتفرح السماوات بحق ولتبتهج الأرض ولعيد العالم كله ما يرى وما لا يرى لأن المسيح السرور الأبدية قد قام جميل أيضا نقول بل تعيد الخليقة كلها مش فقط أنت وأنا منفرح كل الطبيعة الطبيعة البشري الحجر الطيور النبتات الحيوانات كلها بدأت تفرح أنت تعيد الخليقة كلها لقيامة المسيح التي بها تشددت تغوين كلنا العالم كله يصبح غير شكل بالقيامة مثل داون تضعون الكنيسة لكي نرقص في العيد نعم الكنيسة تضعون لكي نرقص ونسر سروراً إلهياً لأن المسيح قال كيف بدك أحد من ذيك فرحة يا لفرحتي المسيح قال حتى الموت المكبلون بسلاسل الجحيم والأسرة كلهم تقول الصلاة هرعوا يوم القيامة نحو النور راقصين على قدم السرور عم برؤسه إلى الفرح ما أجمل أعيادنا دعوة إلى الفرح كلنا مدعوون لكي نحمل المصابيح يوم الفصح ونعيد مع الطغامات المحبة التعييد لفصح إلهنا الخلاصين إذن ندعو إلى التصفيق صفقوا بالبيت بصطوا بالبيت كلنا أبناء القيامة نفرح أننا أبناء القيامة وتصفح الكنيسة في نشوة الانتصار هاتفة إننا نعيد لإيماتة الموت المناقضة الموت مات لإيماتة الموت ولتدمير الجحيم ولبدي حياة أخرى أبدية يا سلام شيء أس مش كل شيء على الأرض مش كل شيء على الأرض نبدي حياة أخرى أبدية فنسبح بفرح لإلا ذلك من يسوع إله أبئنا الفائق المجد من سبب الفرح يا لفرحة المسيح قام هذه فرحتنا أن المسيح قام ويقول أيضا ما أشرف وما أبهج هذه الليلة الخلاصية لتبشيرها بالنهار القيامة البهر الضياء ونقول أيضا يا ما ألذ يا ما أحب يا ما أعذب صوتك أيها المسيح لأنك وعدتنا وعدا صادقا بأن تكون معنا إلى أبد الدهر ما ألذ ما أحب يقول أيضا لما ألذب العضاء استنيري استنيري يا أورى شليم الجديدة لأن مجد الرب أشرق عليك افرحي الآن وابتهجي يا صهيون وأنت يا ويدة إله اطربي فرحي بقيامة ولدك ممنوع الحزن ليس فقط في مرحة القيامة ممنوع الحزن للإنسان المؤمن لا على الرقدين ولا على أي شيء وإذا الحزن يتحول حزننا كما كان نسوة حميلة الطيب يتحول حزنا إلى فرح هذا هو جو الفرح جو القيامة ليس فقط في مرحلة القيامة بل في كل حياتنا واليوم نحن أصبحنا في مرحلة الصعود المقدس كما نقول في قانون الإيمان قام من بين الأموات وصعد إلى السبع هذا هو قانون إيماننا المسيحي المسيحي قام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب ولكنه كما نرى في إقونا عندنا هنا يمسك بإيد آدم وحواء لينهدهما ويشتكهما بقيامته رافعا إياهما رافعا الإنسان كل إنسان من القيامة إذن الصعود مش فقط يسوء طلعوا براح انتهى لا يحمينا وهو دائما معنا المرحلة الأخيرة هي السماء هي المرحلة التي تجمعنا مع المسيح هي هذه مسيحة المسيحي المؤمن وكل إنسان كما قال أغسطينوس يا الله قد خلقتنا لأجلك يا الله وقلوبنا مضطربة حتى نستريح فيك بما يقول أيضا فيروح لا تقل إن الله في قلبي قل أنا في قلب الله الله في قلبنا ونحن في قلب الله هذا هو معنى صعود يسوع وصعودنا نحن من الأرض إلى السماء وصلوات الصعود العيد هي تحريط لكي نصعد هلما نصعد مغادرين على الأرض على الأرض للأرض هلما نصعد مغادرين على الأرض ما هو للأرض وتاركين للتراب ما هو التراب ونرفع العيون والأذهاد إلى العلاء إذن نحن نمشددون الأرض بنتلمز بالأرض حتى نكون في خدمة الأرض والإنسان في الأرض ولكن هذه المادة الضعيفة تتقوى بأننا أبناء القيامة وذلك نقول من لي بجناحيني كالحمامة فأطير إذن نحتاج كلنا إلى الطير نكون أيضا من رواد الفضاء كل أنواع الطيران حلوي شوفوا الإنسان نلعب بالطيارة مثل شريطة أو طيارة كنا منحب نطع أيضا هنا الإيمان دعوة إلى الله قام منه وصال إلى السماء وأصعد معنا معه طبيعتنا الفقيرة إذن لا حياة بدون السماء إن في بيت أبي منازل كثيرة وأنا منطلق ليعد لكم مكانا عم بلنا ريزرفيشن يسوع عم يحجز لنا مكان في السماء جميل جميل إيمانا يا أخوتي جميل ما بعرف ما بعرف أن الحال أنتم أكيدا تقولون أن إيماننا جميل 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 إن في بيت أبي شوها الحر شوها المحبة شوها العطب في بيت أبي منازل كثيرة طبن بالكم كلكم لكم مكان في السماء أنا منطلق لعد لكم مكانا لتكونوا حيث أنا لكي تروا مجدي بدكم معي أنا معكم هنا ومعكم أيضا في السماء إذن أيها الأحباء نفقد الأمل بأنه يمكننا أن نصعد كل واحد استسقط يسوع ثلاث مرات سأت تحت الصليب وصعد إن يمكننا أن نصعد يمكننا أن نرتقي يمكننا أن نرتفع ننتصر على الخطيئة على الضعف على الألم على الكورونا أجل الله يعطينا قوة لا نفقد الأمل بأن العالم أيضا قادر أيضا على الصعود والارتقاء والتحول إلى مجتمع أفضل لا نيأس بأننا يمكننا أن نبني عالم المحبة عالم الحضارة هذا هو معنى الصعود نحن صانعوه هذا التحول والصعود بقوة الله الذي صعد قبلنا إلى السماء كما نقول في صلواتنا يا رب أرسل روحك القدوس فتغير وجه الأرض أرض الحرب والبغض والعنف تتحول إلى أرض السلام والحب هذا هو أملنا وهذا هو دعاؤنا يا لفرحتي المسيح قام هذه التحية هي تحية أمل ورجاء يا لفرحتي أني بهذه العبارات تعبّ عن فرحي وفرح كل واحد منكم من القيامة يا لفرحتي المسيح رجائي يا لفرحتي المسيح أملي يا لفرحتي المسيح حياتي يا لفرحتي المسيح حي فيي يا لفرحتي المسيح فادي يا لفرحتي المسيح مخلصي نوري رجائي وتعزيتي المسيح قيامتي المسيح قام حقا قام المسيح قام